رمضان كريم نحن وانتو على موعد يومي معن رح يغنوا يمثلوا ويكتبوا ومخرجين شباب صارت اعمالن شهادات حية بتاريخ الفن اليوم اشتركوا في القناة البحر يبتحك ليه 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 وانا نازلت دا العملة الأولى البحر يبتحك ليه 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 وانا نازلت دا العملة الأولى البحر يغضى ما بيتحكش أصل الحكاية ما تتحكش البحر يجرحوا ما بيتبلش وجرحنا وانا نازلت دا العملة الأولى البحر يبتحك ليه 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 قوللنا فخرها جناوي بتقول حكاوي وغناوي قوللنا فخرها جناوي بتقول حكاوي وغناوي بتقول حكاوي قولي تزل انا ناوي ما شرب طلوف المية عسل البحر يبتحك دا ليه دا ليه دا ليه نازلت دا العملة الأولى البحر يبتحك ليه 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 وانا نازلت دا العملة الأولى بيني وبينك سور ورسور أنا لماريك والعصفور 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 participating اشتركان اشتركات الهاتف اشتركات الناس أنا لا مارد ولا عصفور في إيدي عود أول وجسور في إيدي عود أول وجسور وصبحت أنا في العشي مثل البحر بيتها ليه 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 وأنا نازلت تلع أمل اللولل بيقولني زار قباني الحب أن أكتفي بك ولا أكتفي منك هالإحساس الغريب يلي بيمرق بحياتنا مثل الريح اللي مش ممكن نشوفها بس أكيد منحس فيها هالإحساس اللي كلما القلب دق له بتصير دقاته حكمة حقيقية الحب ما بيمحي الماضي من حياتنا بس قادر يغير إشي كتير بمستقبلنا بينه وبين الموسيقى همزة وصل بينه وبين الموسيقى ثورات وجدينية مطارح ما بتشبه المطارح ودروب من الفرح مخباية بنبض كل نوتة موسيقية فالحب بلا إخلاص متل عمارة بلا أساس وعالم بلا موسيقى متل جسد بلا روح الليلة عندنا الحب وعندنا الموسيقى الفن وجواز السفر عندنا فنانتين بيشبهوا بفن مدن الفرح وبوابات السعادة المفتوحة دائما على الأمل ما بين المغنى والشعر والفن التشكيلي غزلت مغزلة من خيوط موهبتها الأصيلة حيكت توبة الفن لونت الفضى بأشعار أغانية ورسمت مستقبلها على وطر الحانة حكيت مغنى ورسمت لوحة وكتبت غنية عشقت الرسم الكاريكاتوري وتعاونت مع الكبار مثل زياد الرحباني شرب الروحانة ندين لبكي وغيره النكتار أغانية حكيت عن واقع الحياة وعن وجع الناس تانية صالح صوت مجروح على الأصالة أهلا وسهلا فيك تانية صالح أهلا فيك شكرا على المؤديم الحلم أهلا وسهلا فيك إن شاء الله تكوني مرتاحة عنا بزركشة شكرا بكتير أهلا وسهلا ما بعرف أنا بشوف في همزة وصل بينك وبين المطرب الكندية سالين ديون من حيث الروحانية أو من حيث الأداء أول شي هالشي مظبوط وبتاني شي بتآمن بالروحانيات بالفن أنا بآمن بالروحانيات بالحياة يعني مش بس بالفن بس ما بعرف إذا بآمن إنه هالقد بشبه سلين ديون حدا قالك شي قبل هالمرة إيه بيقولولي إنه بشبه شكلا بس ما بعرف إذا بطريقة المغنى ما بعتقد يعني هي أو أشي صوتي أقوى بكتير من صوتي صراحة والأغاني اللي بتأدية غير نوع كليا عن أنا شو بغاني فغريب هال بتشبيه بس إذا بالشكل معقول ممكن مع أنه أنا مفضل كون بشبه حدا أحلى شو أنت نشاء الله عليك حلوة كتير أساسا وطلتك فيها خصوصية كلنا بتفقين عليها تاني أهلا وسهلا فيك الست نجاح أو نجاح ذاكرة بيروت وهموم أهلية صرخة الألم يلي ساكن بأمر شوارع بيروت لمعلق على حفات شروفاتها ما بين التمثيل والإخراج والكتابة ابتدت رحلتها طلت لأول مرة ببرنامج للأطفال اسمه كان ماما جنان ما عرفت أنه الحكاية رح تسرقها ولما نوقفت على خشبة المسرح سمعت التصفيق لأول مرة كتبت شهادة ميلادها نجمة مسرحية برتبة عالية عطيت سينما وما بخلط على التليفزيون بس بقيت أحلامها معلقة على ستارة المسرح عيدة صبرة مسيرة فنية تميزت بالخصوصية أهلا وسهلا فيك عيدة أهلا فيك وشكرا كثير على المقدمة خالد شكرا أهلا وسهلا فيك ممثل مخرجي وكاتبي وأستاذة تمثيل إيمائي هالاختصاصات الفنية كلها وين بتتلاقي وين بتختلف عيدة آآ بالنهي هي نابعة من منبع واحد آآ وبيتفرع هالاختصاصات طبعا آآ الفن بحاجة لهيدا التنوع لحتى يكتمل ويصير وحدة متكاملة كرميل هيك بتلاقوا بس إحساسك أكتر شي وين؟ ساعة ثانية آآ هلا أنا طبعا بحب المسرح أكتر شي أكتر شي بحب المسرح لأنه آآ فيه جهد يعني خلال التمارين طبعا هالبحث اللي بيصير عن ناص وعلى تركيب الشخصية آآ طبعا هونيك كمان بالسينما وبالدراما لين يكون موجود ولكن آآ يمكن نعطيه وقت أكتر هون آآ وبعدين كيف بيتجسد على المسرح العلاقة مع الناس فيه مسئولية أكبر لأنه ممنوع الغلط تماث مباشر مع الناس تماث مباشر مع الناس نعم بقى عشان هيك بحس المسرح كمان بيتحدي للواحد أنه كل مرة شو بدك تقول للناس وانت شو بدك تقدم يعني بمعنى اي شخصية بدك تلعبها شو في بعد فيك شو بدك تضيف شو بدك تتميز شو بدك تتميز صح لو في دولة بتدعم الفن اللي بحبه كان حالنا غير هيك هيك بتقول تانية صالح مظبوط هيدا كلامك شو هي العرائيل اللي بتمنع الدولة تدعم هيك نوع من الفن ما هي خليها تدعمش يعني الاشياء الاساسية بالأول انا بلاقي انه الفن بيجي بالآخر للأسف لأنه في اشياء أساسية الدولة ما عم تحتم فيها مثل صحتنا مثل تعليمنا مثل مثل جوارنا مثل ميتنا مثل هالمشكلة اللي عم نعيشها بال اللي عم تنفسه يعني هيدول بل شو فيهم وبعدين نحنا بس عصا عيد الفن لو قلنا هول عجنب عصا عيد الفن شو يعني شو بتتأمل اي شو يعني شو اللي يعني مثلا انه مش معقول يكون لبنان ما عنده دار أوبرا ما عيكون عنده مسرح كبير كفية ليقدر يستوعب فرق كبيرة ما يقدر يكون مكيف بطريقة انه لما بتعمل عمل فني فيه تقنيات عالية نقدر نعملها بلبنان ما فينا لأنه منخاف طنقطع الكهرباء منخاف الانترنت ما يكون قوي كفية يعني فيه عدة عوامل بتخلي انه هالشي صعب كتير يصير لما انه مأمن البنى التحتية الاساسية لينعمل هيك شي هيدا اهم شي لأنه هيدا بيشمل المسرح والموسيقى والاستعراضات وكل انواع الفنون فهيدا كتير مهم انه يكون موجود هيدا مش موجود يعني هيدا إذا بيبلشوا فيه بيكون عظيم اذا بيقدروا يحيوا المسرح اللي موجودة يهتموا فيها كمان بيكون كتير عظيم بس هالشي معهم بيصير للأسف للأسف ان شاء الله كله بيصير لتانية بنا نتعرف عليك اكتر بريبورتاج عاملينه نحنا من درنامج زركشة بنشوفوا السواء فرحا بشيء ما خفي كنت امشي حالما بقصيدة ذرقاء من سطرين كنت امشي خبت اسرارها بعب الليل عشقت الكلمة قبل ما تنطق فردت جنيحها متل شفراشي بحقل الفن طارت خلف خيوط الشمس وقفت الساعات حتى تكبر احلامها بيروت همتوها مهلا قصصنا منشورة حبالو منسي لو حات ملوني اسطوح ارمدي شاعرة مضيعة حالة بقصايد اغنيها رسامي تشكيلية كحلت موهبتها باللون والظل والريشي ملحني عزفت صفاء نغماتها على وتر الاحساس ومطربي فلشت نقطة الترب الاصيل على كفوف الحديث بالمغنى ليس في الغابات عدل لا ولا فيها العقاب فإذا الصفصاف ألقى برامة الساعات الجديد تغيرت الوجوه لأماكن وبقيت أعمالها شرقاطات حنين بمكتبة الغناء الشرقي ما عرف قديش بحبك وبتسكر طيبة قلبك وبقدر قيمك هالغرامك المتروح تانية صالح الغنية اللي جاي من اخوي بالمغنى لمعتق على مهلوي تحور كل الحكي والأحمر بيقرب على الليلكي حالما هلو يتغير صوت الوطر وبيبقى بالذكرة شوية صور وبيبقى بالذكرة شوية صور شو تانية؟ علقي حبيتي؟ حلو بس واحد يشوفك ورا بعضهم حلوين ورا بعضهم حلوين لأنو بيحسسوك قديش مسيرتك منا صغيرة لأنو ما دايما بشوفهم ورا بعضهم بشوفهم وقتا عم بشتغل فيهم وقتا عم بشوفهم وقتا عم بشتغل فيهم بصير خلص خلص بصيت معي لهون منهم بس وقتا بشوفهم ورا بعضهم بتمبسط فيهم حبيبتي عيدة انت عطيتي الفن أكتر وهو بشو عطاك؟ انت كتير عطيتي للفن بس هو ردلك؟ اه هو ردلي ايه هو ردلي اكيد اه ول بصير فيه اخد وعطا يعني بصير بصير هيدا الرد ردلك بالنفس الكمية اللي انت عطيتيا بنفس الجهد بنفس ردلي شو قصدك بمعنى يعني وين عم بتحدد؟ بردلي يعني انا مبسوطة باللي عملته هلا طبعا كنت بتمنى بعد اعمل اكتر لو في ظروف اه متاحة اكتر لو ما في صعوبات من عاني منا اكتر كنت يمكن اكيد بنتج اكتر عرفت كيف؟ صحيح اه هو الفن بحد زيته ما خاصه وهي الظروف اللي حواليه او لي اذا بدك المصادر اللي بتنتج هالفن هي المشكلة صحيح بس هو الفن فن يعني قصدي كان كمان وفي معيك؟ هو يوفي اكيد ما بالنهية انت بدك تشتغل حتى تشوف قدي انت وفي مع حالك بالاول بالاساس تكون مخلص لحلمك لطموحك ولشغفك تشتغله رغم كلشي يعني رغم الصعوبات اللي الواحد بيمرقوا فيها قدي فعلا الواحد مستعدي كفي ويكفي ويكفي ان شاء الله بتظلي مكفي كمان بنا نشوف ريبورتاج عنك عيدة صبرة تشوفوا السوا امي ما كانت تجلز إلا من بعد قتلة تبين هاك هي يا لطيف امك شو كانت نجدة الله يرحمها ايه واوقات القطلة ما كانت تنفع معها كمان ايه لحد ما راحت فيها ايه بتستاهي وحلق اني بشوف لك شوف هي بعد عندي عالتدخيتي ايه ادوات عاطلية اكتر خلص ما هو بيكفوا معاي لا ما هو حسب المشكلة يعني تلما كل المشكلة ايه وقلها عيار بالضرب ما هيك هيك مافي مني حاسب ولا في قوينين تحمل مرعب من العنف ايه مخلي ايدك طويلة عليها ايه مبيأتين ما بيأتين ربيها ربيها اية ربيها ايه ربيها ما بيكمل المشهد الا اذا طلت ما بترنت ضحكة إلا إذا حكيت هي الأفشي وهي الشخصية وبين الحالتين نصبت مرجوحة إبداعها عشقت الفن ومشيت معه عطتوا وما خافت ياخد منها يعني هالحالة معقولة أنا ملحوظة بغيب شوي بكندا بيجي بلاقي عم بيحضروا متاريس لا ما تطالع ريحة هول مش متاريس هول عرفته شو هنه هيك زباني كلاس شو هيدا تمرين رياضة تمرين رياضة شو هاي حركة بتعمل هيك وبتعمل هيك هاي حركتان رياضة لحتى شو قال لحتى يعودونا كيف نقل على فخنا هاجرت ورجعت مسلت وأخرجت كتبت الشعر وحلمت سقافتة طبعية فلسفتة العفوية كتابة الإنسانية ممثلة معرفة التمثيل صلت هي هي على الشاشة الفنية انتلكت القلوب ضوت بفن النجاح حتى صارت هي النجاح عيدة صبرة نجمة الإبهار والأسز بالفن العجقة جدا هيك ميحة لراحة الموظفين يمكن معقولين احنا مش منتمهين على هالشغلة يمكن هيدا تخطيط جديد هي تخطيط جديد من قبل الدولة نحنا كيف هيك ما انتبعنا يعني مثلا هالموظفين بيقضوا 3-4 ساعات بالعجقة وبالكونبشن وبعدين انو بتيوصل على المكتب بيكون ما محلزة يعني ما محلزة يداوي بيقضلوا شي ساعتين ثلاثة وبيرجع بكير عبيته عايلته لكان مثل كلدة يا حرام من الفجر للنجر الله وكيلكم من الفجر للنجر عيدة بتحبي تحضري حالك بحضر حالي لانتقد حالي أكيد دايما تبلا تتمتعي ولا قبل أول بنسقد وتاني مر بحضريني عندي هيدا الحس يعني عرفت كتير قليل مرات لانو يعني بحضر لحتى مبسط انو لانو عطول بضل انو لأ ياريت لو هون عملت هيك ياريت لو هون ضبطت هيك ما بقدر هذا الخنان الأصلي هيك بيفكر ايش باري هو حتى فعلا حتى الواحد يعني يتطور من مرة لمرة وإلا إذا ما الواحد يعني تقبل النقد وهو كمان كان عنده هيد العين انو ينتبه شو عامل قبل ومشان يصلحه كي بده يتطور صحيح صحيح تانية تربيتي بأجواء كلها تتذوق الكلمة بالبيت والدتك بعالم الصحافة وكمان والدك الله يرحمه قديش هالأجواء ساهمت بتكوين موهبتك الفنية كتير تخبرينها شوي يعني اتنيناتهم بحبوا كتير الفن كانوا وبقدروا الفن يلي هو شي مش كتير موجود بمجتمعنا للأسف يعني بس تكون ربيان بعايلة بتحب الفن غير ما تكون ربيان بعايلة عم لك اصحا اي اصحا تقرب لهون ففي هيدا الشي وبعدين كان فيه دايما فنانين بالبيت يعني بين باية واصحابه وامة واصحابه والناس اللي عاملوا معهم لقاءات صار فيه هيكة انو اصدقاء للعائلة من المجال الفني كتار مش بس بالموسيقى يعني بالسينما وبالمسرح يعني عدة مجالات فنية وبعدين الكلمة بفتكرة مهمة لانو وقتا بتحب بتستزوئ الكلمة بتحب الشعر بتحب الرواية بتحب تقرأ فلسفة هيدا الشغلة بتخليك كمان تفتح عليك بواب فنية تانية لانو كل شي نكتب يعني حتى اذا عم تقرأ تاريخ الفن بدك تقرأ كلمة يعني عم تقرأ عن فلسفة شخص معين وعم تقرأ كلامه فكله هيدا ساعد وفي كتير كتب بالبيت يعني على بعض القصة وكانوا يسمعوا كتير اشياء شرقية يعني كانوا يحبوا الشرق كتير كانوا يسمعوا كل شي عم بيسير بلبنان كل شي عم بيسير بمصر وبذات الوقت كانوا يسمعوا الاغاني الاوتار كومبوزيتور الفرنسوية يلي كانت بالستينات والسبعينات يلي كانوا يكتبوا ويلحنوا اغانيهم مثلا جيل باربكو شو اسموه جورج برسانس كانوا يحبوا باربارا كانوا يسمعوا اديت بياف أزناغور هالأجواء يعني من خلال هالأجواء تأثر عليك موسيقيا هلأ بأعمالك الجديدة لما عم بتدخل هالأشياء كله على الموسيقى الشرقية بحتقت قصة الكتابة الغنية اجيت لانه انا شايفة ناس عم تكتب بالبيت عادة هيدا شي عادة يعني فبالنسبة لقالي كان كتابة الغنية شغلة يعني الواحد هو لازم يكتب شو عم يفكر واللي سمعتوا بالبيت من أكتر شي أثر بفتكر أخوان رحباني لأنه كانوا كل الوقت موجودين بمسرحياتهم بأغانيهم بصوت ست فيروز وبأصوات غير ناس يعني كدش يعملوه مع وديع ومع صباح كمان كتير أنا لقلي كتير كتير متأثرة فيهم فعلا يعني ما بعرف يعني ما بفي كتعم إلا العيدة هلأ برات لها وأنه ما في غنية مش حلوة مش معقول يكون في واحد عنده كتير ايه إنه كل الريبرتوار بيجنين ما في شي واحدة أعملو واحدة مش حلوة ما عملو واحدة مش حلوة طب انت رسامة تشكيلية ودرستي بره وملحنة ومغنية وبتكتب وين أكتر شي تاني وين أكتر شي بتلاقي حالك ولا بيكلهم بس أعمل طبولة ما هي ايه طبولة ما فيك تفطلع ببعضة تعزوينا بس بش ممكن بيعمل طبولة كتير لا لا إنه ملفت إنه بتكتب ليلة اللي بيكتبوا بتلحنة كمان جدا قليلات الستات اللي بيلحنوا وانت شغلة كتير لد فهي بتطلع لحالة طبيعيا يعني أصلا ما يعني تقولك صراحة أنا ما بني من يعني مش مصدقة إنه هيدا الشي عم بيصير لأنه عم يطلع كتير طبيعي مش عم بفكر فيه كتير إنه مش عم حط أول شي ما إني دارسة أنا موسيقى يعني ما إني مش إنه بكتبوا وبيوزعوا لا أنا بتطلع معي فطريا أنا بتصور يمكن متل ما تفضلت إنه تربيتها السماعية هلقت كانت قوية يمكن بيضغرها عملت هذا التراكم عملت تراكم وهي عندها الموهبة عندها الموهبة ومش دارسة عم بتقول ذكرتني بالعظيم في الموهبة كمان مش دارس وأجمل ألحان أنا برأيي من أجمل من عطى خيروز من أجمل من عطى يعني كنتي عم تحكي على الأخوين الرحباني بس رجعت اشتغلت معه من آخر السبعينات وطلوع رجع لنكهة الترب صحيح بس أنا عم بحكة عن أخوين رحباني ك يعني حالي متكاملة كمان أنه كتابة الأغاني والتلحين والمسرح والمسرح والإخراج أكيد بالمو بالألحان يمكن شرقية أكتر منهم شرق أكيد أكيد شرقية أكتر طبعا شرقية ورجع رجع للفيروز للنفحة التربية صحيح يلي كانت شوي محرومة مننا بهذا الجوع وبلبنان برأيي فيه بعتقد إذا ماني غلطاني الموسيقية فيهم يصلحولي بس بلبنان فيه في ليمو وهبة وزياد رحباني بالشرقية أقوى شيء يعني ما بعرف إذا فيه أقوى من هيك فعلا بالتلحين أنا بوافق معك مصر متلهم صح؟ عيدة صار وقت نسمع تاني ولا لا أكيد طبعا شرفك يلا زتاني برا نسمع شيء آه نسمعك عم تغني ما زيل عم نحكي عم في ليمو بتكون نبلش بي منيلا في ليمو بايك أنسى كلام أنا شاطرة بنسيين الكلام موسيقى جايب لي سلام عصفور الجنين جايب لي سلام من عند الحنين موسيقى عصفور الجنين جايب لي سلام من عند الحنين موسيقى إنقفض جنحاة وعشي بك الدار ومدري بريشات ومخبّى سرار سرار مفض جنحاة وعشي بك الدار ودريب رشاته ونخبسره رسره لي عرماني غطيته حكالي قال لي عرماني غطيته حكالي بعيون الضبناني يشهدها وداري يا يمي الزمان عصوري الزماني زي يمي الزمان من عند الحناني موسيقى كل ليلي عسيري أمليلك طويل وأمو تطوي سويل ورجعي وطي كل ليلي عسيري أمليلك طويل أمو تطوي سويل ورجعي وطي بيعرفها عالمي بيصلي تتنامي بيعرفها عالمي بيصلي تتنامي قومي بالسلامي ويبقى قلب كلامي جايب لي سلام عصور الزماني جايب لي سلام من عند الحناني عصور الزماني جايب لي سلام من عند الحناني عيدة بتقولي ما عنا إدارة ممثل ومن ورا هيك بيصير فيه كتير أخطاء بالدراما شو يعني إدارة ممثل ومين المسؤول؟ إدارة ممثل هو اللي بيساعد الممثل يلاقي تفاصيل الشخصية بالإنفعالات حسب الحالة اللي بيكون لازم يعيشها مين المسؤول؟ نحنا هم يعني بعد ما في هيدة العقلية إنه يكون فيه كوتش للمثلين متل بدا بلاش؟ آآ كلفة إنتاجية يعني هيدة كله بيكون آآ لأنه طبعا ما فيك تجيب حدا ببلاش من هي هيدي مهنة آآ الحق على المنتج يعني عرفت كيف؟ ما بيقامنوا فيها كمان آآ هي هي مش وقفت على المدرب إنه يساعد المثلين لحتى يلاقي الشخصية وإلى آخره طبعا كمان الممثل إذا ممثل آآ إش كتير بحاجة يعني بلا بحاجة ولكن إذا ممثل كمان هو مفروض يكون يلاقي خطوط مش يطلع بالمرة مش عم بيسمع نص ولكن الفوضى اللي صايرة إنه عم بيجيبوا ناس مش دارسين تمثيل وما قلنوا عليه قبل مهنة عشان هيك بتلاقي إنه فيه خلل معين يعني بالإنتاجات اللي عم تصير هلأ فيه عم يعني فيه منجين عم تدفع مصاري على الإنتاجات إيه بس ما بيصعوا على إدارة الممثل هو إدارة الممثل مش بس له لكل الممثلين اللي بيكونوا لأنه أوقات فهم الشخصية بيتطلب وقت ودراسة وهيدا الشي صراحة ما عم بيصير يعني بيشكل جدة لأنه مثلا النص مفروض ينعطى قبل بوقت بكتير يصير فيه أعداد مع المخرج كل واحد بحط رؤيته للتصور تبعه للشخصية بيتوافقه وبيصير هون الشغل كيف الممثل لازم يبني الشخصية ويفهم علاقته مع الآخر وبالنفذ شو بده يطلع منه كمان مش قصة حفظ كلام شو بده يطلع منه بالحركة بالإنفعال هو مين تاريخه شو شخصيات اللي معه مين لحتى يركب كل حالاته كل إنفعالاته طريقة كيف يتحرك كيف بيحكي لو فرضنا صار هالشي صاروا يجيبوا إدارة ممثل برأيك ساعتا الانتاجات الدرامية فورا بيعلى مستويها لا هو في كذا عنصر مش بس في عندك نص كمان مهم كتير شو عم بتقدم انت كمضمون وطبعا الرؤية الإخراجية كمان اللي ممكن يطلع إشياء غير مكتوبة بالنص عبر طريقة التمثيل مثلا وعبر كمان هو شو بيضيف على النص من رؤية إخراجية بتقولي لو خيرت بين المسرح والسينما والتلفزيون أنا بلغي تلفزيون سابقا هيك قالي بلغي تلفزيون من حياتي شو السبب كان التلفزيون مش حف بيحقك برأيك؟ لا مش بلغي بده يكون قالت بطريقة غلط انه أنا ما كتير بحضر تلفزيون هيك قفضي آه هيك الفكرة ايه نعم مش انه لغيته لا أبدا لو بدي يلغي ما كنت بطلع ببرامج أو بشارك بهيدا ولكن هلأ راجعين له لهيدا راجعين للشخصية اللي عملتيا مؤخرة ولكن ما كتير بحضر تلفزيون لأنه عم بستمتع اكتر احضر يوتيوب صراحة لأنه عم تعلم قد ما فيه أول شي اللي حتى تعرف شو عم بصير فيه برا آآ المسرح وين صار أفكار جديدة آآ عرفت وبعدين بيوصلك عكل الدني اليوتيوب صار إنه بحس إنه الواحد ليدن بعد يشوف شو عم بصير برا لأنه ما بنقدر نطلع كل ساعة والتاني آآ كمان نتعلم فيه صفوف فيه فيه اللي بدك فيه بحر من المعلومات آآ فعلا ممتع إنه الواحد يقد هيك آآ يتفرج على تنوع بحاجة لإله يشوفه دايما لحتى يتعلم منه طبيعي تانيا بتقولي القضية العربية معادة تركبه فنياً لأي مدى التغييرات اللي حصلت بهاي الفترة الأخيرة بهول السبعة اثمان سنين أثرت على الفن العربي عموماً؟ هولت له معلومات من وين نجيبه؟ يعني من الله أولاً آآ سعنا عايب حالنا شو عم نحكي آآ معدل برنامج الدعايب السحفي صديقنا رائع إنه وبيبحمي شو منيح آآ نعمل لك تحية صديقنا آآ هيك الظاهر فيه ألف عافية يعطينا عافية فعلاً آآ شو السؤال؟ بتقولي القضية العربية بالفن معاش راكبة لأي مدى هاي التغييرات لأي مدى تغييرات اللي حصلت بالمنطقة قفرت على الفن قالي له مش قيلة عم تذكر وين قيلة لا بعتقد اللي قيلته شي متل إنه آآ التغييرات اللي صارت بالمنطقة حسن يتوضع الناس اللي عم تعملوا سيقاً مستقلة هيك أنا بعتقد قلت لأنه آآ ياللي صار هو إنه الناس صار يتهلق بهالفترة بدا تعرف حقيقة الإشي أكتر من قبل يعني ضروري صاروا الفرق الشبابية يقولوا كل واحد من بلده ومن موقعه آآ شو عن جد عن بصير وهيدا الشي صار من بعد آآ سنة 2010 آآ صار في فرق جديدة بتونس بسوريا بمصر بلبنان بكل العالم العربي بالعراق باليمن في فرقة بالبحرين مش من زمان كتشف فرقة فرقة كتير بس اللي أنا تعرفت عليهم آآ كام فرقة من البحرين بيجننوا بالكويت في عالم الناس اللي مثلي اللي بلشت بجيلي ما كنت في غير شيت فرقتان ثلاثة يعني ما كنت في حدا طب برأيك هذا التنوع وهو الفرق اللي خلقوا بعد هايدي الأحداث آآ فايدوا الأغنية العربية أو شتتوا الأغنية العربية؟ في شي منيح في شي عاطل صراحة مش كلونا منيح مش كلو منيح لا طبعا يعني مش كل واحد قال أنا ولا بد أعمل موسيقى مسئلة يعني هو كتير تمام لا في شغل كتير بده يصير في واحد بده يكون عارف وين رايح أول شي عارف إنه هو عنده يكون كمان آآ مش بس شخصية عنده هوية يعني إنه أنت جاية من هالبلد يعني بدك تكون خاصة وقتا هيدا الشي منك تشفوا أكتر وأكتر كلماء المنسافر على مهرجانات عالمية منك تشف قدي ضروري تكون رايح لعندهم آخذ غرادك معك مش رايح لعندهم تفرجيهم هن كيف بيعملوا الجاز ولا هن كيف يعملوا الراك لا لك تكون رايح لعندهم تفرجيهم أنت بلبنان ببلدك كيف تعملوا موسيقى كيف تحكوا كيف تلقصوا عن شو تحكوا شو الخصوصة وإلا إذا بتروح لهونيك تتعمل جاز أو تتقلدهم ما هنسابقيننا بطيئة ما هده ملعبهم عملياً ما لقوا حتى تحكي مثلهم أو تتصرف مثلهم أو تلبس مثلهم ما بيلاقوك ما بعرف إذا بيهدموك لا فعلا هيكي من هي الواحد عطول لذي بدل حامل هويته معه لحتى يعرف الآخر على مثل ما تفضلت على ثقافته شو هو شو كيانه شو فكره شو ثقافته لأنه هنه كمان بحاجة يفهمونا كتير أكيد صح يعني هلأ صرت كمان بعد هالثورات يلي في منا كان صادق في منا كان مفبرك في منا كان حلو في منا كان بشع في منا يعني اللي صار خلى أنه هالناس برا بدهم يفهموا هول الشوب شو قصتهم على الزبط شو صاير معاً أنا برأيي هالكترة يمكن هي للتعبير يعني صارت هالفرق خلقت بتصور لأنه هيدا محل حلو كتير وبيوصل بشكل أهم عم شو عم بيعاني الواحد عرفت كيف بها الطريقة هيدا عبر الفن يعني إن كان مسرح ولا إن كان موسيقى ولا إن كان بالسينما بلشت السينما المسئلة قبل الموسيقى المسئلة من زمان يعني هالأفلام المسئلة يلي طلعت بمنطقتنا كمان فرجت حقيقة الإشياء اللي هالشي ما كان عم بيبين بالسينما طبع التجارة صحيح صحيح فهالشي متد للمسرح متد للموسيقى كله بأثر على بعضه صحيح الشعر العام الجديد هلأ مثلا بمصر بيجنن يعني بدون ما نحكي بالموسيقى الشعر لحاله بيجنن لأنه عن جد عم بفرجي المعاناة الحقيقية للشباب بالكتابة أنت عشان تضلك محافظة أو تفرجي هويتك على سبيل المثال عملت ترزتي على العموليتين بهاي الطريقة شو دخلت عليها تتفرجي الآخر عن عن تراثنا هو هي طبعا الغنية أصلا جاية جاية لعنها من تراث عراقي يعني هي فولكلور عراقي وصلت من وقت لوقت لها وصلت لعنها للبنان من خلال الغنية اللي عملتها ست الكبيرة ساميرات وفيق مع وقتها الموسيقين يلي ساعدوها يعني تاخد هالغنية وتوزها بمنطق الوقت يلي كانت هي فيه كمان هنا عملوا شغل حلو صحيح لما جيت سمعت أنا هالغنية اللي هي أنا مفكرتها توراس لبناني بعدين طبعا ريت عنا وكذا فهمت أنه لا هاي نحنا ما قالنا علاقة فيها بس وصلت لنا وكذا كيف فينا نحنا كاللبنانية نتعامل مع هالشي ونحكي عن وقعنا من خلال هاللحن فأنا وقتها كتبت كلام مختلف عن الكلام لأنه صراحة ما كنت عم بفهم شو عم بتقول يعني كتجرب غنية قلت شو هالريمة اللي ما عم بفهم فقلت لا 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 لازم نفهم عم بس جيتا اكتب على هاللحن لقيت أنه نحنا فينا نحكي عن الثمنتاشر من ليلة أنا بدل ما نقول نحكي عن الثناشر مولية لأنه صار موضوع قديم هلأ نحنا عنا موضوع جديد فينا نفتحه يلي هو هالتمنتاشر مولية صحيح يلي مبليين فيه أي مبليين فيهم صحيح لأنه في كتير في كتير ملل بس ما فيه يمكن إيمان بقى قد ما لازم صحيح هيدا مشكلتي مع الملل أنا ما عنده مشكلة مع الأديان بس إنه لما يكون فيه إيمان بيكون واحد ليك بيمبسط إنه فيه يعني طبعا فيه ناس فيه دايماً أفراد بتضوي هون وهون بس ما فيه مجموعة متل ما بيقول زياد رحميني بمسرحيته واحد 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 ما بيجمع طيب أحكيتيني على كيف كتبت الكلام بس كيف ترزتي اللحن وليش ترزتي بهاي الطريقة اللي زدتي علي يعني الفكرة زيادة الاشي علي بهاي الطريقة السراحة خلينا نعطي الحق كمان اللي اشتغل على توزيع الغنية اللي هو فيليب طامر اللي كان جوزة سابقاً كان أقل له فضل كتير كبير على توزيع الغنية متل ما هي وكمان وجود الموسيقية اللي كانوا معنا يعني إحنا دايماً كنا محواطين معظم الموسيقية اللي هون كمان اشتغلوا معنا محواطين بموسيقية قوية كله هيدا بيفيد يعني إنك تطلب من موسيقى شاطر يعمل شي بيصير يحط من حاله أكتر من ما أنت طلبت فكمان هيدا الشي ساعد وكل شغلي أنا بيعتمد على الموسيقية الشاطرين فعلاً يعني في أوقات كتير كان في ناس تعمل سولو بدون ما يعني تفكر يطلع فمثل ما هو نتركه ما حداً يدقره قد ما يكون حلو قد ما حقيقي قد ما حقيقي فكمان الجو العام اللي كنا عايشين فيه ساعد ما فيه انتراش كمان بدنا نغني تانية ايه بدنا نغني بدنا نغني بدنا نغني شو اللي بدك ياه بدنا نغني عم نحكي عالموسيقى أول ما نسمعيك من غني ريدا مش راضي أوكي رح رح سمعكم غنية أنا كتبتها ولحنتها من ألبوم شوية صور عن واحد شاب اسمه ريدا شاب دليه أوكي رضا مش راضي يا ماما مش راضي أنا في ديت وبروحي ودمي وزيادة ضيع لي عمري واسنين وعلى الفاضي وبرد علي يا ماما من مراد ردا مش رادي يا ماما مش رادي مسحت الأرض ونفضت الاس جيد عملت القهوة وحضرت الزويد وبرد علي يا ماما من مراد ردا مش رادي يا ماما مش رادي ردا مش رادي يا ماما مش رادي ردا مش رادي يا ماما ردا مش رادي يا ماما مش رادي شو ما بقيله وانا بودي وهو بودي بحكي عن بكرة بحكيني عن الماضي وبرد علي يا ماما من مراد رضا مش راضي يا ماما مش راضي بيرجع يومي عوج جدالك للعادي وانا قلبي صار بتضبو يا وحددي وبرد علي يا ماما من مراضي رضا مش راضي يا ماما مش راضي رضا مش راضي يا ماما مش راضي رضا مش راضي يا ماما رضا مش راضي يا ماما مش راضي رضا مش راضي يا ماما رضا مش راضي يا ماما شخصية الست نجاح بس العبتية بأبعادها الإنسانية أديش تدري تتعبر عن الواقع ولما العبتية على المسرح ضل وهجة هو زيته أم بقيت بالتلفزيون أقوى هي فعلا بتعبر عن الواقع لأنه كانت تقول الناس شو بده بتعبر عن طموحات الناس أحلام الناس أمنيات الناس لأنه طبعا المواضيع اللي كانت تنترح بالحلقات هي هيك أنه بالآخر كانت الرسالة تقول أنه ما الواحد ما يفكر أبعد من قدراته عراف شو عندك قدرات ويشتغل على أساسها بتوصب نعم عرفت كيف هلأ لا شك التلفزيون هو اللي واصل أكتر إذا بدك لأنه بكل بات موجود وبكل يعني المسرح بصير بتعجمه المسرح قليل قليل ونخبة وين وطبعا المسرحين بدك تعمل لها ضخ إعلامي قوي لحتى تعمل هيدا الجاذب للناس بقى التلفزيون بطبيعة الحال هو واصل أكتر طبعا تلفزيون بيروح لها عند كل الناس بالمسرح وخصوصا هلأ بوجود فضائيات يعني كمان بيعطيك مدى أوسع مدى أوسع بلدان انتشار أكتر طبعا بس هي وقت عملت عملت الشخصية عملت وقع هائل بتذكر أنا تماما فعلا هيكي لأنه كمان كانت عناصرها يعني إذا بدك متكاملة بين النص اللي هو كان لأحمد قعبور وبين التمثيل والأداء والشكل كمان الكاركتير ايه يعني الكاركتير اللي أنا ركبته هو مواجهي بالآخر من مشاهداتي اللي ناتشايفتهم وعايشين حوالي أخذ تفاصيل وأنا ركبتهم على بعضهم وهي إذا بتروح على حيا اللي حي عرفت بتلاقي هيدا النموذج من المرأة فيكي تعديلنا آخر جملة بشخصية نجاح ممكن على الهواء ولا بتبعيت ما عاشبتني كندا أو جملتين ثلاثة لا تذكر المشاهدين لا تذكر المشاهدين لا تذكر الناس بالشخصية بالكاركتير بس ما عاشبتني كندا أبدل أبدل ما عاشبتني بالمناسبة ديوجه تحيي لأستاذ أحمد قعبور على هاي على النص هاي الشخصية بالذات أكيد ألف تحيي كمان حبيبتي وأنا كمان بواجه له ثلاثة صارو ثلاثة تحييات نرجع على الشخصية اللي عم تلعبيها حاليا دعم يلي كمان عاملة عميلة انت وجوليا أثار ونقولها دانيال اللي منواجهنه كمان تحييات وبوسات خبرينا عن هيدا المسلسل وعن دورك فيه وللحديثة باقية هلأ برجع بسأل عم بلعب دور نجوة بمسلسل انتميلة كنير رضي الله فعلا النص ملفت هالسنة كونه النص بيتطرق لعدة مواضيع نحنا عم نعاني منا وصار في كتير إجماع عليه لأنه الناس بحاجة انت تصدق تصرخ عنهم يعني الفن يوصل صوت الناس على العالي عرفت انه الناس تحكي بس الفن أهميته انه فعلا بيوصلوا لمحلات أوسع وأكتر اه الشخصية هي نجوة أنا وجوليا أفصار هن اتنين كانوا يحاربوا بالحرب وشخصية نجوة فقدت إجرى بالحرب بمعركة معينة وبعدين نزكت عجنب بس صار الصلق يعني بس رجع السلم إذا بدنا نقول والكل حط إيده بكله وهالناس صاروا على الهامش عرفت اتهمشوا من اكتشف معاناتهم بهيدا المسلسل وقديش في ناس فعلا هني هيك يعني ياما ناس قدمت دمة وقدي عملت تضحيات كتير كبيرة بالآخر وين إني اتهمشوا بس صار الصلق والمصالح هي اللي اجد بالأولوية هو العالم حطه عجنب بقى هيدا دوري أنا وست جوليا بس طبعا است جوليا بعد هي محورية أكتر من شخصيتي يعني ولأنه فنان بيقدر يوصل هذا الوجع أكتر أكيد 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 بيوصل أكتر لأنه الفنان هو بالنسبة للإنسان بيلاقيه بمركز أعلى عرف كيف بيحب الناس تشوف فنان عم بيحكي بوجعه عرف كيف عم بيحكي بأحلامه عم بيحكي بطموحاته كونه الفنان هو على الشاشة يعني بمكان مسموع أكتر منتشر أكتر بمجرد ما هو على الشاشة يقلو بين هلالين قلو سلطة ما بهذا المحل ايه نعم سلطة نابعة بس أكيد من الإحساس ومن المجدين نعم آآ وهيدي الشخصية شو فيها هيكي فيه تعبير بتقوليه كتير بقلب الكاراكتر هو كلمة أكل طبعا وقت حتى ديرجي يعني عندش بيبات بسا كم شو أكل كذا خبري نعم لأنه أنا وقت فكرت بهالشخصية قلت هي حدا كان يحارب على الجبهة يعني بتحمل سلاح يعني بضطرة تكون موجودة ببيئة بتطلب منها قوة معينة مفردات أكيد تعرف بيكونوا بيستعملوا مفردات معينة اخترت له هذه المفردة لحتى تعبر عن طاعة ما أو عن تحقيق هدف ما بلغة كتير تشبه هيدا المكان اللي هي كانت موجودة فيه عادة عن إنه كمان حركة جسمها وطريقة كيف تحكي عملت له تصور من بعد ما عملت بحث أكيد ومتل ما قلتلك أخذ تفاصيل أكيد أنت عايدا مش بحاجة لإدارة ممثل ولا لا بالعكس يعني كلنا كلنا بحاجة لأنه أوقات أنت بتكون قاشع مثلا هالإستعال بهالطريقة المعينة يعني عرفت إدارة الممثل أهم ممثلين بهوليوود عندهم كوتش عرفت كيف قلتلك بيضل واحد ينقصه يعني مثلا هون أنا بوجه له تحية للمخرج إلي حبيب لأنه كان هو كمان يعني إدارة ممثل الحلو عند إستاذ إلي أول شي بياخده وبيعطي يعني كنا كنا بنائش بالشخصية بنائش نتناقش على كلمة على جملة على طريقة أداء معينة مثلا كون يمكن هو حابه بيشوفها لنحسب أوسع شوية التعبير أو أقوى أو أنقص كيف تكون أنت شيفها لا حسب طبعا تسلسل المشاهد هون بيصير بدل واحد كوتشينج حتى لو كان ممثل قدير عرفت كيف أنا مأكد إنه اللي عم بيشوفوك اليوم عم بيستغربوا لأنه بيشوفوك بالكاركترات يلي بتقنعيهم فيها من كتر ما بتقنعيهم بالشخصيات يلي بتقدميها بيستغربوا بشخصيتك الحقيقية هي هاي دي نجاح هاي دي كذا هاي دي نجاح بتقولي تعلمت تانية بتقولي تعلمت الوحدة بباريس شو تعلمت كمان فيها باريس حلوة كتير كمدينة يعني الجمال اللي موجود فيها بيعلمك لحاله بلا ما تكون عم تتعلم أنا كتعم تعلم هونيك فنون يعني بس تمشي بالطريق بتتعلم من الطريق أكتر بكتير من الجامعة لأنه في زوق مش طبيعي فيه بالتماثيل بالعمارة حتى بشكل الباتيسري يعني تودع محال بتاكل الباتيسري إنه مش معقوش كله بتحتار شو بدك تنقل ما في زوق في زوق بالأكل في زوق بكل اللوحات والتماثيل يعني ما بعرف شو قديل واحد بدو يحكي عن باريس بس علمتني بزيت الوقت شو يعني تنكبر هيك ببلد هيك ما بتعرف حدا وما عندك أهل كنت صغيرة يعني طريت إنه تحمل مسؤولية تحياتي لحالي في أيام كان التقطع ما أحكي مع أحد يعني شهور ما أحكي مع أحداً بس أحكي مع أحداً كتير يجعني هون إنه إيه سلي زمين ما استعملته والله هالآل إيه هالآل كتير لوحدة يعني آسيا بتير بباريس باريس صعبة كمان يعني هونيك مشو بقع الساعة تعرف تعرف إنه طه يعني إذا بتوصل 12 وربع خلص فلزة لنا 12 قلتلك تجي 12 ما نقعد نحكي كلمتان وفلع عندي مترو جيل كذا البيوسة كله على المترو كله منزم كله هيدا يعني ما في مزح بهيك بلاد فهيدا تعلمته كمان الجلد بالشغل الجلد بالحياة إنت بدك تطبخ إنت بدك تجيب غرادك إنت بدك تغسل إنت بدك كل شي تعمل وقتا يكون واحد صغير هيدا اللي بيعملك بالنهاية إيه هيدا اللي بيقويك وبيسؤل شخصيتك وبيخليك بعدين تلاقي الحياة هيني بس تكون على الأدى اندعكت بيصير كل شي تاني أهياً أهياً كان عنديك تجربة لحنتي قصيدة لمحمود درويش هي لا تحبك أنت مش أنا لحنت أهياً أنا عيسام الحاج علي آآ أوكي نحنا مغلطين فإذاً هون أنا لحنت بآخر ألبوم قصيدة تاني لشعر آآ آآ يعني قصيدة آآ شو اسمه كان دخلاك؟ آآ فارحاً بشيء ما كمان بالفصحة آآ 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 بعد بدي اسألك سؤال أول شي الغنية اللي قطعت قبل شوي رحنا على بريك بتجمن يعني الأسلوب الخلطة تبعها الأطحة السيطة اللبنانية بامتياز وفيها البصمة تبعيتك واضحة قبل شوي قلتي لي أنا بلحن تلقائيا فينا نفوت شوي بالتفاصيل يعني ممكن أنت وعلى المجلة مثلا يطلع لحن أو فيه تقوس خاصة أو بتعدي لحالك أو 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 فيه كل هول يعني أوقات على المجلة أوقات بالكوريدور يحصل من الأوقات على المجلة لأنه ما فيه وقت يعني مثل السيطة عيدة بتعرف أنه وتتطلع معيك فكرة ما فيه إلا وقت تطلع بتصير هاجس كل الوقت مثل التركيب الشخصية الواحد يفكر أنه شو بدي أعملها شو بدي يزدها شو بدي كيف تتنفذ كيف تمشي كيف تحكي تطور نفس الشي وأن يكونوا الكلام حاضرين يمكن الأوقات تطلع الكلمة واللحن مع بعضهم أوقات مثلا بوقت لحنة الأصايد بآخر ألبام كانوا أصايد يعني موجودين وكانت كتير خايفة أنه أنا شو كيف يعني أنت بيكت لحنة الأصايد أنه مش هاينة يعني أنه ما عليش شوي شوي علينا يعني بس قلت كمان قلت لحالي أنه طيب إذا أنت ما عملتيا هلا أمتى بيكت عامليه أنه خلص خدي هالريسك وعمليه فوتي فيه مثل مقلب يريد بالآخر أنه ماكسيمو مش شو بدي يقولوليك مش حلو إيه طيب يقولوليك مش حلو بس واحد إذا ما أخد ريسك كيف بدو يعرف كيف بدو يعرف كيف بدو يعرف كيف بدو غامر كيف بدو غامر بتخليه يكتشف ويتعلم ويغلط ويرجع يتعلم ويكفة وفي شغلة قلتها كتير مهمة هي كمان أنه مثل ما في إدارة المسلين في شي اسمه ميوزيك بروديوسر يعني أنت وقتها عم تعملي هالغنية عم تعملي اللحن والشعر موجود بس في حدا عم يجي يشوفك من بعيد أنت عم تعملي هيدا عم يقوليك آه شو قوليك إذا بتعلي هون شو قوليك إذا بتقوليها هون هيك شو قوليك إذا منشيل هيدا المقطع هيدا الشخص هو بخليك تشوفي حالك من مطرح تاني بتكوني أنت مفكرة أنه هاي بس المرية هيك توضع المنشنز يعني بس هيك هي بتكون في عمق منك شايفتي هيدا الشخص يلي بيساعدك أنت تنفذ العمل كمان مهم كتير بالمؤادلة صحيح بس تطلع معاك الجملة إذا كنت شو بتعملي منشان ما تنسي طلعت بها تخافي ما بعمل شي ما بعمل شي ما بتسجلها بلا بتسجلها بس تاني يوم إذا تذكرتها بعرف أنه إلي عازي إذا ما تذكرتها خلص راحي ومعلي ما بزعل لأنه معناتها إذا أنا نسيتها ما حدا راحي تذكرها إيه طحيح بينما إذا أنا تذكرتها معناتها ممكن الناس تتذكرها فبشتغلها يعني إيه يعني طلعة حقيقية إيه أوقات كتير تاني يوم بقولها ما ما أبشع كتبع حتى لو تذكرتها وأوقات بقول لأ تمام هيدا هي بنا نركاف فيها حسب كل شي شي تانية بنا نغني بعض بنا نغني بعض شو أغالي نغني نغني تغني شوية إنت أنا حتى يمربوا المشاكل خليوا نقاردين معنا عندي أنا شي هيكة إنه أنت بتقولي شي أو كنتي بدك تقدمي هلأ أرجع عليك وهلأ أخليك ترنت حي إذا بدكش تغني رغني من ول 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 تانية بنسمعيك من غني غني لأ الصبوحة لأن أنا أحب الصبوحة كتير الصبوحة أوه إنه إنه نغني 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 موسيقى 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 ضيانا القلب ببيروت يشماتت شباب الضرع عالضايا يا أمّا عالضايا يا أمّا موسيقى 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 تسمى تي سبب دعا عد دعا يا أمم آد دعا يا أمم عد دعا يا أمم آد دعا يا أمم آد دعا يا أمم آد دعا عدني وغلى البعن جنا بيعك بوشتوت ضيانة ضيانة القلب بيروت جنا بيعك بوشتوت ضيانة ضيانة القلب بيروت تسمى تي سبب الضياء عد دعا يا أمم عدى يا يا الله كوميديا مثل ما لازم يعني مثل الزمن الاول عارف كيف وقالت كنا نحضر ابو سليم وقالت كنا نحضر اشياء كتير حلوة ما بقى فيه من هيدا العيار اللي فعلا بقدم كوميديا فيها فكرة ذكية فيها تمثيل مش مبالغ فيه عارفت كيف في فترة عندنا البرامج الكوميديا راحت على الابتزال اكتر وعالاسفاف وعالاسفاف وعالنكات وفعلا هيكي انا عم بحكي على المسلسلات الكوميديا يعني السيت كوم عارفت عنا بعد بحاجة كتير لا ينشغل على نعرف موين نجيب المواضيع نحنا عنا مواضيع فينا نعمل منا مسلسلات درامي وفينا نعمل منا مسلسلات كوميديا يعني مسلسلات سيت كوم اذا بدك طبعا نص ساعة ولكن انا برأيي ما عم بيصير في جهد في محاولات قلتلك خمسة بالمية ولكن ما وصلنا بعد لبرامج هيكي متل ما بيقولوا علي القدر والقيمة متل ما عم بيشوف مثلا فينا عاقي مسل مثل الضيعة ضيعة او مثل بقعة ضوء هون برأيك مش الكتيبة هي الأسعاب ما هو انا عم بحكي بالكتيبة هي اللي بتطلع لك طبيعي عرفت؟ ولكن لانه اذا بتعرف مين كتب ضيعة ضيعة وطبعا بقعة ضوء ع 12 سنة اشتغلوا في كتيرناس ا اوا ولكن بديست اقافى يعني كيف تعرف تطلع النكتة من الموقف عرفت كيف نحنا لأ بيروحوا على الاشياء السطحية كل الوقت تهريج واشياء سطحية ومطبع قلت ابتزال ونكرة ثقيفة شانسونية بتشوفيه ايه وشانسونية وهيك قصص ما في بدا بدا وقالا برقي فيه بس ما حدا عم بيدوع ليون او ما حدا يمكن عم بيستكتب ناس او عم بيفتح مجال لكتاب طاو يا جماعة ما هو لو كل شركة انتاج عندها مثل لجنة اوكي تعمل مثل كول طاو مين بقدم افكار اكتب لي مثلا اول حلقتين ثلاثة عرفت وبيعملوا غير بالي وبينقل لانه فيه اكيد فيه بس نحنا ما بنعرف وين اني انا هلأ ما قلت ليك بس عم بعمل كمان ما قل كله عم بعمل عم بيدرس كتابة ناس هلأ بلشت هالشهر مع جامعة بنيويورك للمراسل ايه ايه بالمراسل ايه لانه حسيت انه مثل ما عم تقولي فيه ناقص بهيدا المجال وانا هاي شغلة بتساعدني اذا حدا بده يكتب فيلم او بده يكتب مسرحية اكيد اكيد ايه هيدا اختصاص بحج ذاته طبعا بحب كتابة القصص نعم يعني بكتبها بالغنية بس لجارة بكتبها بغيش بقصة كبيرة او قصة صغيرة يعني يمكن يمكن نروح بالاخر للونلاين كونتنت يمكن ما نعمل صحيح 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 مثل ما قلت اهم شي القصة يعني الكتابة الكتابة الفكرة يعني شو بكتقولي يعني بنبيتك فعلا شو عشو تضوي على اي موقف على اي قضية على اي معنى عرفت لانه وبينعملوا بطريقة وبأسلوب كتير زكي ومهضوم وحلو معا بنقول احنا يا لطيف بدنا نعقد القصص لا جدت كيه عبسطتها طبعا اي طبعا بس المهم في قترة يكون في قترة يكون في كتاب يقطروا مفـ...شاكة كيف يقدمها للناس فعلا الناس تلاقي حاله بالقصة الصهيدي تعني يا باعب دكتكت بسيناريوات كمان طريّة علينا طيب بديكتري اسمي له كله نهور اللوندك جيبه وقت طيب ه اله اذا فيكت تعلمي معك حق هله... لونجي بوقت لا بس معك حق انو تاخنتيها ايه لا ما عاش ديك لا انا بقولها حالي هيك بس كمان بزيت الوقت واحد من الناسي اللي كتير بحبهم بالحياة الله يرحم وصلاح جاهين بالنسبة لها قللي طب هيدا كيف عمل كل هيدول اشياء وما حدا قال له ليه عم تعمل كل هول طبع طبع فواحد بيجرب يعني يمكن ما عارف عاملها انا جدا عم قدر وبحب بالعكس لا بعارف حبيبي بعارف بس عم بمزح عم بمزح بس عم بمزح بس انا بعارف انو انا بقول لحالي كمان انو خلصينا كمان بديكت بعد ناقصت دخل كنتي بمصر اسبوع الماضي شو عملت بمصر ايه كان عندي حفل ايه ايه شو كيف كان بتجنن وان دايما مصر بتجنن دايما يعني كل ما روح لهوني كايك بعب طاقة ايجابية وفن وحب للفن عندهم هالشغلة الحلوة بتجنن مع كل مشاكلون مايكروفون مايكروفون شو انا غنيت كل الاغاني اتفقنا عليهم لا غني بعض غني ما اتفقنا فيش اتفقنا شو؟ انا على الاتفاق ماشي مش مضيتو كلكم انهو لا نسمع شي بعض بديك سمعك شي مصري انت سمعنا ايه مغني سوا بس انو هلأ شو يعني هلأ من المحضرة؟ من روح السيطة عطوني رستسول يا شباب يا ضحر يقول للسمك يا ضحر يقول للسمك طول ما الشبك فوقك لا العشق كارك ولا رمل الشطور يا ضحر يقول للسمك طول ما الشبك يا ضحر يقول للسمك لا العشق عارم ولا رمل الشطوط شوئك انزل قرار النجا يا سمك 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 و اغطص و ما تقبش أه يا لالله عين يا لالله علي تجرب راح ولا جنب أه يا لالله عين يا لالله علي تجرب راح ولا جنب موسيقى يا لالله عين يا لالله غب عن عيني يا لالله علي تقي فيğuين شوف اللي حصول موسيقى 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 عالي عالي تغربه راح على جن موسيقى لما بدأ يتفنى حياتي جمال وفتنى أمر ما بلحظة أسنى غصم فلا حينما لما بدأ يتفنى حياتي جمال وفتنى أمرني بلحظة أسنى غصم فلا حينما وعدي ويا حياتي وعدي ويا حياتي من لي رحيم شكوتي في الحب من لوعتي إلا مليد الجمال إلا مليد الجمال لما بدا يتتنى حربني جمال فتنى أمرنا بلحظة أسرنا غصني فلاحي لمن وعدي ويا حيرتي وعدي ويا حيرتي من لي رحيم شكوتي في الحب من أوعتي إلا مليك السماء إلا مليك السماء آمان 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 برافو سبايا روان ودانا ملي بنتين إخوة نينو طلاب الجامعة اللبنانية قدمون لنا موشح اليوم لما بدا يتتفننا وروان مصر هندسي داخلية ودانا بتدروس تغزية كمان الجامعة اللبنانية وكانوا ضيوفنا اليوم لأول مرة على الشاشة هاي الفقرة اللي أنا عم بحبها كتير وعم كل حلقة بزركشة عم طلع وجلي أول مرة واليوم كانوا وجين لا بل كانوا أمرين الله يحميكم أهلا بسهلا فيكم رجال عندك عيدة رجاع السافي عقوب الشدراوي وأحمد قعبور وغيرهم شو لعبوا دور بشخصيتك كممثلة كممثلة عفوا يعني شو أعطي وكي أنت شو أعطي تيون؟ طبعا أنا أخدت من عند كل حدا من هالقتد الكبار طريق التفكير يعني من عند القتد رجاع كيف بيحيك النص عرفت كيف وكيف بيعمل من مادة بسيطة بيعملها شغلة كتير مهمة من عند القتد يعقوب الشدراوي الشغل على الشخصية من عند أحمد النكهة الذكية كيف طلقت الحس الشعبي عند الناس من كل حدا من أستاذتلي بالجامعة اللبنانية اللي أنا فخورة بالانتماء لقلا قديش فعلا سقلونا ونحتونا نحت لحتى نكون مثل ما نحنا هلأ قديش خارجي الجامعة هلأ بالمسلسلات الحالية اللي عم تنعرض بشو مميزين عن غيرهم؟ هالسنة الملفت بالمسلسلات اللي عم تنعرض كلها كمية وعدد كبير من خارجين ومخضرمين واتلاميذ آآ بيمتاغوا إنه مبينين شاطرين يعني فعلا عبيين محلهم مثل ملازم وآآ بس عم بيكون حدهم ممثل آآ مش ممثل عم بيبين هذا الشي بيصرح القلب عاك الحال هذا الشي بيصرح القلب أكيد وهيدا اللي مندعي للمنتجين إنه يا جماعة جيبوا طلاب جيبوا طلاب جيبوا طلاب حتى لو طلاب أو طلاب يعني يعني خليوني نشتغلوا شو ما كان بالقبل هيك بيصيروا يتحملوا مسؤولية وشوي شوي بيتعلموا بيتدربوا بيوعوا على قصص بيحسوا إنه فعلا هالسنين اللي دراسوها عم بيبلشوا يطبقوها هون يعني الجامعة بتحطك عدل السكة وإنت بدك تطور حالك من خلال الشغل طبعا تانيا بدرجع في مشروع عم تعملي اسمه تناغم مظهور أنا شوي هيك بحبشت بس بدي تفاصيل منك تفاصيل مملة كمان هو مشروع تعاون موسيقية سويدية بتكتب وبتلحن وبتوزع اسمها لينا نايبرغ تعرفت عليها بوركشوب تأينا سوى بالسويد نعم وعملنا شغل سوى بأسبوع بآخر سنة الماضية مع الفرقة تبعيتها بالسويد وهلأ رح تجي على لبنين رح نعمل أسبوع تاني بحمانة أرتست هاوس يلي هو مثل محل بيروحوا عليه الفنانين بيقعدوا فيه مثل عملوه مثل مركز ثقافي مركز ثقافي مركز ثقافي ينعرض فيه جميع أنواع الفنون ومش بس بينعرض بتقدري تعيش فيه ايه ايه وتعمل شغل انت يعادي فيه كمكان رزيدانس ايه فهيدا الشي رح يصير مع لينا هلأ جايين بآخر الشهر بحزيران وبعدين رح نعمل تور منهم حفلتين بلبنين حفلة بحمانة أرتست هاوس وحفلة بالأيوبي بأول تموز وبعدين فيه حفلتين بمصر واحدة بالقاهدة واحدة بالاسكندرية حفلة بالأردن وثلاثة بالسويد هيدا رح يكون التور يعني مثل اذا بدك الليزلطات يعني الاخر الشي النتيجة طبعا هالقعدة مع بعض نعم ورح يكون فيه أغاني من عندها وأغاني من عندها وأغاني رح نجرب نخلقهم سوا وفي معنى موسيقية بتدق ترمبات بنت يعني من الأرجنتين وبنت من مصر اسمه نانسي مونير بتدق كذا إيه لي يعني منهم كامانجا ومنهم شي اسمه سرم شو بتصير فيه غنى بس يصير فيه خلطات هيك بها الطريقة وهن بحبوا كتير يشجعوا السويدية بحبوا لما يشوفوا انه فيه نساء عم تكتب موسيقى بصيروا يدعمون ويساعدون هو مشان هيك يحبت انه نشتغل سوا يمكن لأنه حالي نادرة انه ليل بتصور نكوان لأنه كنت عم بحكي مع لينا وقتا كنا هونيك عم تقلي أنا بعاني من ذات الشي الرجال إجمالا ما بيصدقون انا فيه اكتب موسيقى قلت له انت عايشة بالسويد قلت له ايه وصف يعني حتى هنه هون شي ملفت هنه عندهم بكل العالم مثل ما قلت بالأول انه شي غريب انه المرة تكون تلحن يعني بتيها تكتب بس ما فيها تلحن ما فيها تلحن الوقت من كتر ما حلو من كتر ما حسينا كيف قطع اليوم صديقة الغالية عيدة صبرة سررت اني كوني ضايفة اليوم وسلام خاص لزكي مني أهلا وسهلا فيكي بتلفزيون لبنان وبرنامج زركة الشاب رح نختم مغنى مع تانيا صالح تانيا صالح عم تتعلمي قبل شوي كيف تكت بسيناريو بعدها تعلمي التوزيع وتعلمي المقامات وكله بيحمل انت فناني جدا مميزة والقد سقافتك واسعة وان شاء الله بتوصلي لمراتب جدا عالية وانتي هلا بمرتب عالية أساسا حبيبي كلك زوء مرسي على الاستضافة مرسي انه خليت هالضايفة الكريمة تكون عبيدة تكون شارتي بهالحلقة فعلا شي بيكبر شكرا وانا كمان والموسيقية شكرا لكي والموسيقية شباب الرائعين قلنا اياكم بتسلمي بنختم غنى معيك شو بدنا نغنى بتاع شو باليها هايدي بتاع نعمل شي بنعرفه تتذكر اي شي ما اقول يصير وليد انت دقيقة بالقلبه يالا شوف شو بدك تاعا اوكي بس حدا كيف بدنا نغنى طيب انا عقلا وفي راح اتركها ربني اي شي معقول يصير خليك فايل خليك فايل خليك فايل حالي خطرة خطرة كتير حالي خطرة خطرة كتير اي شي معقول يصير خليك فايل خليك فايل خليك فايل حالي خطرة 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 كتير خليك متوقع ضربة يم نشملك يم نجنوبك وخب راسك او بيطير خب راسك او بيطير اي شي معقول يصير خليك فايل خليك فايل حالي وسخة وسخة كتير حالي وسخة وسخة كتير حالي وسخة كتير بس هيك شكرا خليك فايل خليك فايل خليك فايل خليك خليك وخح